ماري بسكانتر حضرة على المجنة أولاً طبعاً أحب أعزي أهل المجنة عليها أولاً أحب أعزي أهل المجنة عليها أولاً أنا بحب أعزي أهل المجنة عليها طبعاً أنا مقدرة الموقف ده ذاكيب البنت ليها حق ولكن أنا عايزة أدي كل حاجة حقاً فأنا أولاً بدفع بعدم توافق نية القتل عند زحاب المتهب إلى منزل المجنة عليها ثانياً بدفع بعدم لابد مبكس ومبكس مبكس فرا الموجنة سعيدة الدرأس إلى دي عائق إستعمال الرفاة سعيدة توافر نية القتل عند ذهاب المتهم الى منزل المجنعية ثانياً بدفع بعدم توافر صبت الاسران وذلك لان الحادث كان وليد اندفاع لحظي ورد فاعل للمتهم دون تروي او تفكير هادل كان وليد اندفاع لحظي ورد فاعل للمتهم دون تروي او تفكير هادل ثانياً عدم توافر صبت الاسران لخلو التحقيقات مما يفيد التفكير الهادل والتبدير للجريمة ثانياً نخلو التحقيقات مما يفيد التفكير الهادل والتبدير للجريمة ثالياً لان الوقع الخالية من اي رسم او خريطة او خطة للجريمة لان المد الزمنية بين المتهم بين المتهم والمجن عليها وارتكاب فعل القط قصير جداً جداً لا يكفي للتفكير الهادئ المؤدي الى صبت الاسران مهيد صبت الاسرار كان عرفته في محكمة النقر هو بما يقع من تفكير وتفكير في الزمن ما بين التصميم على الجريمة ووقعه وانتهاء الجاني بتفكير الى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة ده يا فندم عليكي لطبعه على المحكمة وعلى التحقيق اول حاجة في مذكرة النياجة وبعرفة الرائد احمد فرحات قال فيه السطر السادع وقام باشهار السلاح الابيض في وجه المدني عليها واجبارها على خلع ملابسها بالكامل لمحاولة اقتصابه وقال انه مجرد ما هو حط السكينة في وجهها هي قلعب الملابس في اللحظة يعني مفيش تمام يا فندم هو كل الوقع بتثبت نفس الحاجة في التحقات وفي التحريات تمام يا فندم ماشي يا فندم انا مش هتكلم في الاخر ماشي هو ارتكب في الاخر ولكن لا يوجد فوق اسراحه ده اللي انا عايزة اتكلم فيه هو داخل عشان يحددها او هو قال بالنفذ كده هو قال انا داخل اقتصابها بمزاجها او بالاجبار اشتركوا في القناة